هناك شيء مهم يدخل داخل الضفر الغربية حالياً باعتقاده هو الأهم الذي أحدثه السبع من الأكتوبر الأهم أنه أطلق المخيال للإنسان الفلسطيني هو أعاد تحرير المخيلة الفلسطينية بشكل أنه يمكن أن يرى إمكانية للمواجهة والمقاومة قدام هذا المشروع الصهيوني يعني عمليات القتل والقمع المستمرة التي كانت موجودة على مدار 20 سنة الماضية بعد الانتفاضة الثانية إلى اليوم هي فعلياً كانت تحاول إسكات هذا الوعي ولكن حدث السبع من الأكتوبر عاد إفلات هذا الوعي من جديد عاد إيقاظ الفلسطيني على واقعه الفلسطيني أنه هو واقع محتل المستعمر يجب أن يكون مواجهته من جديد وهذا سيكون تأثيره وليس لن نرى برأيه هذا سيكون لفترة القادمة هذا من جهة من جهة تانية الحرب في غزة ويصبح حالياً في غزة باعتقادي ممكن تهدأ صوت البرنادق أو تخذ كثافة العمليات العسكرية مثل المرحلة الجاية هذا سيكون نكس على الضفة بحالة غليام أكبر يعني الذي رأيناه في الضفة بالسنتين الماضيات أنا باعتقادي سيستمر للفترة الجاية على الرغم من كل القمع الاستعماري لهذه الظاهرة النظلية محور المقاومة أنا باعتقادي هو لاعب رئيسي حتى داخل الضفة الغربية كما هو لاعب رئيسي في غزة ونهاية معركة غزة أنا لا أرى شيء قريباً ولكن في نفس الوقت نرى ما هو قاعدنا حالياً بدايات الإشتعال الضفة في الفترة الجاية التي تصب بمصالح الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر